يعد ملف تعويضات الدور المهدمة من أبرز الملفات العالقة في محافظة الأنبار لكن هناك إجراءات وقرارات تتخذ من قبل محافظة الأنبار لتذليل العقبات أمامها ومعالجة المشكلة القائمة منذ سنوات وتأتي هذه المعالجات ضمن زيارات ميدانية دائمة إلى الدوائر المختصة في المحافظة اليوم الحمد لله بجهود من سنوات المحافظة الأنبار والتنسيق مع أستاذ القضاة تم تواصل إلى هناك سوف ترسل كل لجنة 300 معاملة رسالها إلى اللجنة التقيقية في محكمة الإستعناف في الأنبار وثم عادتها إلى المحافظة يصرف مستحقات المواطنين هذا حقيقة إجراء سريع وإجراء تم حقيقة من خلاله تمشية عديد من المعاملات اليوم هناك أيضا من توجيه من سنوات المحافظة أرشفت كل الأضابير القديمة حقيقة وصرف أجهزة عديثة وموظفين أيضا إضافين للجان ما يشكله هذا الملف من أهمية كبرى لدى أبناء المحافظة بسبب الدمار الذي ألحق بهم كما إن آلاف الأضابير لازالت مكدسة ضمن اللجان الخاصة بأقضية المحافظة لكن أمال الأنباريين أخذت تتطلع صوب الحكومة المحلية الجديدة لإنهاء معاناتهم استبشرنا خيرا بسيد محافظ الأنبار والحكومة المحلية الجديدة نرى تحركات في صدد أن تحريك المعاملات من قبل الجهات القضائية والجهات الأمنية فلذلك نشكر السيد محافظة الأنبار ونتمنى أن يتم البت بهذا الموضوع بأسرع وقت ممكن لأنه الأهالي كلش محتاجين حتى أيضا هذا موضوع التعويضات يعني إذا توزعت بالسرعة الممكنة سيساهم بنمو الحركة الاقتصادية في محافظة الأنبار ومدينة الفلوج بعدما كان ملف التعويضات في المحافظة يعاني من التلكئ والبطء في سرعة إنجاز المعاملات حكومة الأنبار المحلية تضع عدة حلول لإنهاء هذا الملف الشائك وحث الدوار الخاصة بها على سرعة العمل وتذليل العقبات أمام المواطن من مدينة الرمادي عثمان الهيتي الرشيد